احبتنا في كل مكان ارحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج كما اول السطر في اللقاءات الاسبوعية مع عدد من نجوم الرياضة الكويتية وحرص من خلال هذا البرنامج كما تعرفون في حلقات ماضية على التقاء بعدد من لاعبين بارزين متألقين عند يدهم لكن ربما يكونوا بعيدين على الأضواء لذلك حرص دائما على اختيار مجموعة من هؤلاء اللاعبين سيتعرفون ضيفي ولكن بعد هذا التقليد اشتركوا في القناة هناك العديد من اللاعبين الذين تألقوا في أندية غير جماهيرية كان لهم حضور مميز ولافت للأنظار ومن هؤلاء اللاعب الغيم ناصر الرشيدي الذي كان عنصرا مهما وفعالا مع النصر ثم مع خيطان حديثنا معه اليوم في تسليط الضوء على نجوم يحتاجون الدعم الإعلامي في برنامج من أول السطر نودي حبتنا من جديد في برنامج كامل السطر عرفت من هو ضيفي في حلقة اليوم من اللاعبين التي تألقوا كان لحضور مميز ربما في عدد من الأندية ولكن ربما كان حضوره في نادي خيطان هو الأميز من خلال فترة زمنية ليست بكبيرة كان لتألق أيضا مع منتخبات الناشئين منتخبات الشباب خلال مرحلة ماضية من تاريخه الرياضي وحد اللاعبين كما سلت في البداية من اللاعبين الحاليين وفي نادي خيطان كابتن دغيم ناصر رشيدي هياك الله يا كابتن الله يحيبك يا كابتن بنصار أنا جدا سعيد في تواجدي معك يعني إحنا من زمان كنا نتمنى أن نظهر معك والحمد لله جاءت الفرصة التي نظهر بها وياك تم الإعلاميين الكبير الكبيرين في على المستوى الساحة الإعلامية عندنا في الكويت وأنا جدا سعيد في تواجدي معك هياك الله بتكلم كابتن دغيم رشيدي كان لك مرور في ثلاثة أنديا لسليبخات لم تخني الذاكرة نصر ثم خيطان عملية التنقلات اللي حصلت عندك شلون ولا شوفوا بنصار يعني أنا قبل أنديا هذه كان هناك إعارة لنادي السالمي لمدة ستة شهور نعم كان أول ما مسك أبو محمد ظاهر العدواني نادي النصر جاني عرض من نادي السالمي وكان نادي السالمي أنا ذاك كان فريقهم ما شاء الله تبارك الرحمن من النجوم كيتا وجمعة سعيد كان فريقهم يعني مثل ما تقول مميز فجاني عرض من نادي السالمي عارة ستة شهور وكانت فرحان لأنه مثل ما تقول نادي السالمي من الأندية من الأندية الكبيرة يعني على مستوى الكويت فطلعت إعارة ستة شهور وكانت يمكن الإعارة شوية نوعا ما ما رتقت للطموح اللي أنا كنشط لماذا رتقتها تغييب انصدمت في واقع آخر يعني أنا كنت جاي تلعب أني ألعب وأنهم طالبيني يعني كان عندهم إصابات عادل مطر كان مرات يعرض لي إصابات بدر السمات يعرض لي إصابات فعلى كلامهم لي إننا إحنا نبيك يعني فانصدمت في واقع ثاني إننا يعني حتى ما كنت يعني احتياط احتياط مع الفريق في إمبرارة رسمية ما كنت متواجد نهائيا حصلت يعني مثل ما تقول تصادمات ولكن يعني ما كان من يبدر مني خطأ كثر ما كان يعني تعامل للمدرب من حقك تسأل لش ما تلعب ما كنت يعني يعني كل ما كنت أحاول كنت أقول أنا لي الملعب وانت يا مدرب يبقى هذا وجهك من اللي كان المدرب ذات وقت محمد الآن نوعا ما نوعا ما كان يعني كان كنت كنت بعدها نفسيا ننهرت يعني أنا من اللاعبين اللي جدي في التمرين حريص على التمرين مثل ما تقول كانت نقطة كنت ناوي بعدها اني خلاص نفسيا تعبت يعني خلاص وصلت مرحلنا مرات حصل خلاف في المرحل يعني بيني وبين كيتا 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 من اللاعبين نزلي وكان أنزل معا ونا منو نص متأخر وهو نص متأخر فحصل خلاف بسيط عادي بين اللعبين درجة يعني كلامه كان لي شوي متعب قاسي وبعدها خلاني دور الملعب ما دخلت مرين مدة ثلاثة ايام كلها دور الملعب بعد فترة طويلة من يعني تأهن نهائي كأس الأمير قبلها قال لي قلوا لي قاعد في البيت ما أحتاج انت طلبتني من نادي النصر فكانت يعني متعبة بالنسبة لي هذا كانت شغلة يعني بعض الاحيان نظر حق المدربين كابتن دغي من ناصر الرشيدي شغلات شخصية يعني إن من مدرب يتعامل معاك ما الطريقة هذه ما يلعبك يقعدك على المدرج وانتأي من نادي ثاني يقول لك خليه قاعد في البيت هذه البعض اللحين توصل إلى مراحل شخصية اللاعب بس أنا اللي عجبني فيك أنك ما وقفت هذا اللي خلاني أكمل أنا عندي طموح هذا اللي أقصد اللي كرام كل اللي صار لكن استمريت أنا حتى كان في تواصل مع ابو فهد حمد حربي يعني و بدر الخالدي مدير السالمية و مشرف السالمية حاليا كنت تواصل معهم هل في خلاف مني في شي بدر مني قال ما بدر منك إلا رأيتك بيضة يا تغييم بس يبقى وجهة نظر مدرب قلت أنا أحترم وجهة نظر مدرب خلاص و أنا علي أن أقعد في البيت فعلا وديت وقعد في البيت جيت نهايكاس الأمير وتكرنت مع الفريق بعدها حتى المستحقات المالية حتى الأمور هذه أنا ما خذيتها يعني حتى الاحتراف الدولة من الهيئة للاتحاد هم ما خذيتها لماذا ما خذيت أنت ولا عبدون الفريق حقك؟ يعني هذا حقي ولكن يعني هم يقولوني سموحة نزلنا اللعب بالغلط و كلام من هذا و أنا من نوع ما حب أدخل فيه أخذت مكافتك بكاس بوتوتوة كاس الأمير لم أخذيتم أيضا ما أخذتها ولا تم تكريمك؟ ولا تم تكريمي الاتفاق اللي كان بينهم ما خذيتها الفلوس الهيئة الاحتراف الجزئي الأخير اللي كان نازل على ثلاث دفعات ما خذيتها قلت يعني مرحلة هذه تندمت عليها جدا من نكرت لنادي السالمية جدا جدا تندمت عليها كنت من هنا حتى ما راح ألعب خاص و صلت ما راح ألعب من اللي حصلوا إياه من اللي كنت جاي من دفع في طموح كبير و انتصدنا في واقع صعب بس يعني هم تقول أنا أحب الرياضة والرياضة على قلاتهم هذا اللي أعجبني فيك الآن رغم كل اللي مريت فيه لكن رديت نجم وتألر الحمد لله عز وجل خصويا حضورك مع نادي خيطان تحديدك الحمد لله من فضل الله عز وجل بعد ما رجعنا لنادي السالمية رجعت النادي النصر و حصل الخلاف المشهور و المعهود عنه اللي هي سالفة عيد أخوي و خروج عيد بعدين نادي النصر وقفني أنا و أحمد أخوي إلى فترة يعني وجيزة بعدها جاني إعارة من نادي صلابخات شهر واحد يعني وقفت أنا من شهر ثمانية ليه شهر واحد ما عندي نادي نادي النصر وقفني رديت شهر واحد انتقال إعارة إلى نادي صلابخات بديت يعني أرجع إلى مستواي يعني نادي صلابخات عز وجل ما قصروا معي يعني وأشكر أخوي ما جدعنات رحب فيني وساعدني حتى رجوع إلى مستواي اللي أنا أتمنى و أوصله و كملت و يوم المدة ثلاث مواسم و نصر مع صلابخات ليش تألغك أكثر مع خيطان عرف أنك جدة عقدك نعم لماذا مع نادي خيطان كان لك حضور أكثر يمكن أنا لو أتكلم عن أول يعني أبو خالد رئيس النادي كلام يعني ما أقدر أو في حقه لو أتكلم عن رئيس الجهاز الكرة عندنا الملة ما رح هو في حقه لو أتكلم عن الجهاز الكرة السابق أبو خليفة ما رح هو في حقه مشاري فيحاني اللي هو الحين مدير المنتخب الأولمبي ما هو في حقه فعلا أهم محتواني مجموعة لاعبين نادي خيطان بو نصر أنت تسلف مجموعة تساعدك ليرجوع إلى مستواك حلو ندرم على قرب واحد قرب واحد ما عندنا قيل وقال ما عندنا أفلان يلعب نتكلم من وراء عندنا روح وحدة قرب واحد يعني طلال لنصاري لو أتذكر اللاعبين يعني كلهم كلهم على أمكاني أحمد يوسف مطار كلهم على أمكانية كبيرة وقرب واحد وزائد المدرب خوسي رح أرجع لكم حباتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن غيب ناصر رشيدي لاعب نادي خيطان لكرة القدم تغيم أخوي للفضل الكبير علي داخل الملعب وبرى الملعب بعد توفيق الله سبحانه كان دائما يساندني كان يشجعني بعد كل مباراة بعد كل تمريني دقي علي شنو سويت بالتمرين شنو يعني دائما كان يعني هو طبعا أخوي تغيم مثابة الأبلي دائما دائما يتمنى لي الخير دائما يبيني كل جيم حتى بالقوم اللي كنت ألعب فيها وكنت أقدم زين كان يقول لي لا أنا أبيك للأفضل أبي أفضل من تدي أبي أحسن من تدي فهالشي لازم أنه ينقال أخوي تغيم هو المساند الأول لعيد الرشيدي وهل يعني دائما يحفزني ودائما يشجعني فما أقدر أقول لأ عسى ربي وفقك يا أبو ناصر وتكمل مسيرتك 20-21 مع نادي خيطان وتكمل إن شاء الله مسيرتك الكروية وعسى ربي وفقك دائما إن شاء الله موسيقى نادي حباتنا من جديد مع الكابتنت غيم ناصر رشيدي لعب نادي خيطان يكوز القدم تفضل أنا قاطعتك وصلنا إلى المدرب تفضل المدرب خوسيه الأسباني من المدربين المميزين جدا أنا لو سألوك على المراحل اللي أنا يعني لعبت فيها ومروا علي مدربين كابو البرازيلي جاريدو برتغالي راشاو شاسمه الكرواتي رادان مالنادي كويت مساكننا بنادي النصر مدربين عمالقة مرة علينا ولكن خوسيه يملك عقلية محترفة طور مستواك جدا جدا طور في إمكانياتي يعطاني الثقة فوق ما أنت واثق في إمكانياتك وهو يعطيك الثقة يعطيك أنه مرات يعني يستشيرك في بعض الأحيان يعطيك أنت أنت لاعب خبرة مراتي وهو مدرب يعني نستانس من المدربين اللي يكونون قريبين من اللاعبين يعرف منظومة الفريق شونه تحتاج مو بس يقعد معاي مع كوابتني الفريق وأستشعرني كأنني لعب نادي خيطان من مراحل السنين هذا اللي خلاني أرجع إلى مستواي هذا غزدك أنت ارتحت في نادي الراحة النفسية طورت مستواك الأفضل الفا وحدة قلب واحد مجموعة طيبة نعم نعم جدا حرصين على بعض أنت واصل برى النادي مختصر موضوعنا على النادي هم تواصلنا برى النادي القروب على قلب واحد يعني أنت هي النادي و أنت مرتاح جدا هذا اللي خلال تدريبات تتزعج ولا شيء نعم هذا هو اللي حصل تكلم من اللاعب الطفولة و كنت صغير تحبه من اللاعبين اللي كنت تحبهم والله شوف يعني مثل ما تقول و إحنا صغار يعني أنا كنت أنظر للاعب شوف مو مركزي أهو بس يعني كنت أحب أتابع أنا بلشت أتابع الكرنكي 96 كاس الخريجي اللي كان في قطر كان يبهرني عبدالله و أبران مو مسألة أنه يعني نفس القبيلة البعض ينظر لها نفس القبيلة فأنت أي تتجه للعنصرية عبدالله و أبران يعني من اللاعبين اللي ما شاء الله تبارك الرحمن بشار عبدالله أنا أعد النجم الأسطوري بالنسبة لي يعني بشار موه و هو مو في مركزي و لكن بشار عبدالله أتمنى أنه يكرر أتمنى يكرر في وقتنا الحالي مثل بشار عبدالله لماذا لعب تخطى رؤوسه تحديدا بدأت مهاجم بون الصلا بعد مهاجم أنا فادي راس حرب و كان رقمي تسعة كان من الأشياء اللي دائما نذكرها أنا أدرس في مدرسة أحمد الخميس الابتدائية متوسط الابتدائية كان مدرسي البدنية عبدالعزيز حسن بسطورة ناد الغاطس هو مدرسي بدنية فجاء كشافين اللي هو فهد مجبل و ظاهر العدواني فهد مجبل ناد الكويت السابقين و الصراحة ناد النصر نعم و ظاهر العدواني كشافين وأنا دائما أطلع من الحصة أذهب لصالة للعاب و يجعلني ألعب كرة بالصالة مرات أستاذ عزيز حسن أمسي علي فجاء قال فيه كشافين عندنا تعال و خذاني و إياه قال لهذا لا بإمكانيات أنا أستغرب و ما شاء الله هو قد ساوي و أداني ناد النصر قال أقول ليش لا أداني ناد قد سيئ و أداني ناد النصر استغرب فظاهر عدواني شافني و خذاني كان عندنا كشافين و مركز الشباب اللي بعد المدرسة حتى الوالد حزتها عصب علي و هاو أشني أن نركز على الدراسة و خلع عنك الكرة رحت معاهم شافني قال لي بس تجينا اليوم الثاني كانت مكانياتك كمهاجم كمهاجم ملعب رسولت لا لا كمهاجم ما لعبت بوسط نهائيا و أول مباراة لي كانت ضد نادي السالمية خسرنا أربعة واحد أنا أول قرحطيته كمهاجم و مشيت فترة هذا يموسن تقريبا 97 97 97 كانت مباراة نادي السامي فمشيت كمهاجم كبداية شو تقلت شو تقلت ليش تقلت مدربين اللي يعني مروا علينا قاعد يغيرون مراكزنا في مدرب يراني كلاعب نص متأخر يعني أنا نزلت تدريجي من مهاجم إلى صانع لعب إلى وسط إلى وسط متأخر إلى عادة الخط الخلفي كل اللعبتها فصار عندي دراية وين المكان لا ما كل اللعبتها رتحت فيه أكثر الوسط متأخر نعم من المتأخر أحس أني بريحية أحب دير اللعب رغم أنها مجهودة كبيرة جدا جدا أنت صانع اللعب عن طريق جهد كبير تحتاج لياقة بدنية نعم يعني ممركز سهل نعم أنا من اللاعبين لو تشينينا اللياقة البدنية ما يوجد إمكانيات أنا من اللاعبين اللياقة البدنية هي اللي تخليني أبرز في عدم وجود اللياقة البدنية لا أملك مهارة ولا أملك يعني أملك لياقة بدنية عالية و عارفة تحرك و قراية ملعب أنت لاعب وسط متأخر تاج بطريقة هذه نعم فاللياقة البدنية طالما كانت موجودة لياقة بدنية أنت راح تبدع في الملعب طالما أن اللياقة البدنية و نحن تعرف نحن مو محترفين و هذا اللي إلى حد الآن يعني أنك لاعبين هاجس جميع اللاعبين المسألة الاحتراف بس نحن إن شاء الله متأملين خير في المستقبل فالوسط المتأخر نشوف دايما فيه الرياحية المركز اللي أرتاح له و أحب العب فيه و أبدع فيه حلو نادي خيطان شنو نشوف مستوى خلال اللي قدمه خلال الموسم هذا و الموسم الماضي و الله شوف بنصار احنا يمكن الموسم الماضي رجع الخيطان إلى وضع الطبيحي كان الموسم اللي قبله و اللي قبله كانوا ترتيبه من مركز الأخير في دورة درجة أولى و كان الوضع جدا صعب و لكن مسك خوسي مع الجهاز الفني و الإداري و دعم لا محدود من رئيس النادي أبو خالد فعلا الفريق رجع إلى هويته خيطان فريق يعني غني عن التعريف و وصل في نهائيات كأسلاميين و للعهد فريق يملك لاعبين شاب صغار و كبر عنده امكانية و لكن يمكن نقول لكل جواد يمكن مر فيه فترات متعبة و لكن الحمد الله دايما الفريق اللي عنده يعني امكانيات أو عنده تاريخ أو عنده سي في طيب يمرض بس ما يموت يرجع من جديد و فعلا خيطان الموسم الماضي رجع و حقق و وصلنا نصف النهائي و لعبنا و منافسين حتى على الصعود لأن يمكن اتتنا جاء موضوع خلاص رح يصير دمج و صارت الأربع جولات يعني مجرد إعداد للموسم تكلم عن أي هم أفضل دور الدمج أو دور الدرجتين دور الدرجتين من أي ناحية من ناحية التنافس من الصار أنا لما ألعب درجتين فيه تنافس فوق وتحت اللي فوق قعد يتنافسون حتى اللي قاعد يتنافسون على مراكز الأولى و اللي قاعدين يتنافسون على القاع لما ترجع لدور الدرجة أولى فيه ناس يتنافسون على الصعود و نحن تعرف عددنا قليل هذا المتعب خمس فرق أنت قاعد باريس الله بي خاطر أربع مرات متعبة جدا هذه ما تصير في تاريخ كرة القدم ولكن نحن يمكن وضعنا استثنائي في الكويت الأندية عددها قليل فالممل دور الدرجة أولى ممل جدا ممل بس نتمنى إن شاء الله في الفترة القاد من أن يتغير قلت كلام تغيم ناصر الرشيدي كلام جميل جدا عدد الأندية صغير و أنا أقلب اللاعبين التي قيت معاهم قالوا بالفعل نعاني من قلة الأندية لكن سأرجع لك بعد الفاصل حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد في برنامج كما أول السطر مع لعب نادي خيطان لكرة القدم أدغيم ناصر الرشيدي أدغيم ناصر الرشيدي هذا الإنسان ينطبق عليه المثل رب أخي لك لم تلده أمك أنا واحد من الناس اللي حين وياه ما يقارب فوق الاثنائي السنة للأمانة ما شفته في يوم الأيام يتلفظ بلفظ أنه يكون بديء إنسان أخ للسقير وأبن للكبير إنسان بما تعنيه الكلمة يعني دائما دائما يعني إذا فيه بعض المشاكل إنسان وياك في أفراحك وفي أحزانك هذا بالنسبة حق يعني وشخصيته هو نفسه الحين عاد الواحد يبيسولف عنه إنسان وياك يعني بوقت الججد ووقت الضحك ضحك ما شفنا من السوق إنسان روحه مرحة معانا أخ يعني باختصار أخ لي أنا أنا واحد من الناس يعني فيه أشياء كثيرة ما استفدتها إلا من بعد الله ثم هذا الإنسان إنسان عنده بعض المبادئ عنده بعض القيم أنا واحد من الناس قاعد أشوف إن هذا الإنسان مدرسة بالأخلاق نبدأ حباً تنامي الجديد في برنامج كم هو للسطر مع الكابتن دغيم ناصر رشيد لاعبنا دقيقة طالة كورة القدم قدم تكلم كابتن عن هذا الموضع موضوع العدد القليل عدد القليل أنت كلاعب تحس أنه ممل جدا أنت لما تنظر للدول المجامرة حولنا الدوري السعودي الدوري القطري الدوري الإماراتي المفروض أننا كدوري الكويت نحن سابقين هذه الدول هذه نحن أول من تأهد إلى كأس العالم نحن من حقق كأس آسيا وإذا تسالف عن دول الخليج هم يسالفون عننا أننا الكويت من أفضل جودة لاعبين نحن عندنا عدد كبير من اللاعبين نقدر نوفر عدد من الأندية ماهما نعنا ما نقول مثلا عندنا في دوري وزارة الدفاع عندها دوري وزارة الداخلية عندها دوري في قطاعاتها تقدر تأخذ شكلك يعني منتخب فريق مثل ما نقول من وزارة الداخلية وزارة الدفاع المطافي المصارف نحن قادرين وعندنا إمكانيات لكن لا أدري ما العثرة أو اللي خايفي مننا لا أدري لأن فعلا الخمسة عشر نادي أو ستة عشر نادي جدا عدد قليل حتى عدد المباريات نحن اللاعبين ما نوصل لأعداد المباريات الكبيرة في مشكلة الأندية القير قاعدة الجماهيرية دائما تعاني مشكلة التحكيم بالفعل مشكلة التحكيم لأن تلعبون في فريق كبير أي أن كان والله شوفوا نصر ولا هذه الأمور ما هي موجودة مو دائم موجودة نحن لا نبخص حكامنا يعني حكام ما شاء الله تبارك الرحمن يملكون من الخبرة و يملكون ما شاء الله يعني حكام مميزين نحن ما نقول دائما ولكن في بعض المباراة تحس أن بعض الحكام يمكن يتجه مع الفريغ الكبير على الصغير لأن الفريغ الصغير لا يوجد طموح مثلا أو لا يوجد فيقولك أنا مع الفريغ الكبير وهذه قلة من النوادر تحصل ولكن حكامنا مميزين مجتهدين وهذا اللي حاصل مستوى اللاعب الأجنيبي لا تحدث الخيطان تحدث بشكل كامل في الاندي هل مستوى اللاعب الأجنيبي بشكل مطلوب و يرفع المستوى يرفع مستوى اللاعب يرفع مستوى الدوري والله أبو نصر المحترفين نحن في الدوري الكويتي لا يرقون إلى المحترفين المستوى الكبير اللي أنا أتطور و أستفيد منه محترفين جدا متوسط المستوى إذا يعني إذا مو قريب من المحلي أفضل من المحلي بشوي أنا أحتاج كتغيم يكون جنبي لاعب في النص إنه محترف على مستوى كبير أنا أستفيد منه الاحتكاك توجيهاته لي كلاعب ننظر للدور السعودي دائما نستشهد بالدور السعودي أو الدور القطر يعني لاعبين تستفيد منهم شافي كان بعد بسد يعني شوف الأسامي هذا تطور المستوى اللاعب والدوري اللاعب والدوري أنا لما ألعب جنب شافي ولا جنب نيازته راح أستفيد راح أتعلم الاحتكاك اللعب توجيهاته لي راح أتعلم و أنا راح اللي أستفيد من هاللاعب راح أفيد لاعبين غيري محترفين يعني جدا يعني ما يرقون إلى المستوى اللي إحنا نبي تمنى يعني يعني نكون مجي محترفين قلت لك هذا مو أفضل مبلغ تغيم قليل يقدم 20 ألف دينار نعم هذا مبلغ بسيط مبلغ يلاعب ممكنية 20 ألف دينار كويتي الآن في الزمن الاحترافية اللي موجودة هذه المشكلة هذا اللي حاصل الدعم للأندية مو الدعم الكبير نفس الدوريات الأخرى نرى دوري السعودي دوري القطري دوري الإماراتي الدعم لا محدود فتحصل المحترفين على مستوى عالي تنظروا لنا هنا في الوضع الحاصل في الدورينا الدعم قليل مثل ما قلت 20 ألف أي محترف تبي تجيبه 20 ألف أن ينافس أو محترف على مستوى كبير يطور اللاعبين المحليين محترفين جدا يعني أداهم يعني جدا أعطي اللاعبين الأندية القير جماهرية هل بالفعل بعيدين عن اختيارات المدربين ربما مدرب يعتمد على اختيار بشكل إطار كامل على اللاعبين الأندية الكبيرة ولاعب تلقى بارز متألق في نادي غير جماهير يتم تجاهله هذا موجود نعم نعم منك لاعبين نعم نعم هذا موجود بنصار أنا يمكن لاعب نادي خيطان عندنا طلال النصاري طلال النصاري يملك من الإمكانيات مات أهله يلعب في المنتخب الأول أساسي ولكن مثل ما قلت انظر لنا يلعب أحمد سمير عندنا فواز مبيلش عندنا لعبين حمد الطويل عندنا لعبين إمكانيات جراح البطي هذول لو في أندية ثانية أنا أقول لك بنصار وأنا نظرة في اللاعبين يملكون إمكانيات طلال النصاري لاعبي مدربين اللي مرون تشعرون في ظلم أنه عدم اختياركم نعم نعم أنا مراحل سنية مثل منتخب لما وصل في ريغو منتخب شباب نعم لم تقني الذاكرة نعم نعم تكلم عن المرحلة هذه فتحة لعبك مع المنتخب نعم لعبت مع أول بطولة كانت كاس الخليج في قطر أي سنة كانت 2004 كان مدربنا برازيلي وبعده إن شاء الله وحطوا فوز إبراهيم في البطولة أثناء البطولة هناك ولعبنا وكان منتخب مثل ما تقول حسين موسوي عزيز المشعان محمد إشعيل لاعبين حققنا نتائج طيبة حققنا نتائج لكن كاس خليج كبداية لم يكن النتائج التي نطمح لها بعدها رجعنا وصارتها جمع ثاني ورحنا كاس آسيا باليابان لكن قبل كاس آسيا الذي في اليابان كان يليم عسكر جبار ألمانيا 20 يوم تايلند لعبنا مع تايلند وديتين وطلعنا الكاس آسيا في نادي نصف ذلك الوقت نعم وطلعنا كاس آسيا باليابان وقدمنا نتائج كبيرة وصلنا دور الثمانية وكنا لو فائزين على قطر كنا نتأهل كاس العام في البيرو وكانت مباراة مثل ما تقول غريبة يعني شط الأول 3-0 القطر مقوّل علينا خلفان قولين خلفان براهيم خلفان ومقوّل واحد مقوّل علينا وشط الأول 3-0 من الأشياء التي حتى مدربنا الفرنسي قال أنا أنا لا أشرح شيء أهلكم نشوفونكم بالكويت وكيفكم طلع وكان مساعدة أحمد حيدر فعلا دخلنا الشرط الثاني قلبنا المباراة تعالى تتلمت في نقطة وائدة إيجابية رب أمد غير ناصر رشيدي كثير من اللاعبين يتم اختيارهم من دورات يتعلقون ثم فيما بعد يصير تشكيل جديد و ينسون نعم و هذا عدم الاستمرارية هذه مشكلة كثير من اللاعبين يعانون منها يعني يختارونك بطولة وتشارك فيها ثم يأتي بمدرب جديد أو هذا المنتخب يتم هماله و يتم تشكيل مدرب فريق جديد رغم أن المجموعة الثانية تعلقت بالفعل هذه مشكلة عدم الاستمرارية نعم هذه مشكلة كبيرة و إذا ترجع للتاريخ و ترجع للمنتخب السدني ما حافظنا عليه منتخب السدني كان من أفضل المنتخبات و قدموا أفضل المستويات ما تم المحافظة على هذا المنتخب منتخبنا بعد كاس آسيا قالوا حتى برشلونة ما حافظوا عليه هذا نفس الطريقة منتخبنا نحن الناشئين قالوا أن هذا المجموعة سنحافظ عليها ستكون هنا المنتخب الأولمبي بعد البطولة مثل ما قلت هذا التخطيط معناها التخطيط ليس في مستوى المطلوب تخطيط قصير المدى مجرد للبطولة فقط نعم هذه سلبية على الرياضة الكويتية نعم سلبية و جدا سلبية أنت إذا لم تشتغل على فريق ارجع للمنتخب الأولمبي المنتخب الناشئين الإماراتي أحمد خليل ذياب عوانا المنتخب هذا كان مدربهم أحمد علي أو محمد علي المهم مهدي علي ماسكهم منهم ناشئين للمنتخب الأول و حقق وهذا التخطيط الجيد هذا التخطيط الذي هو بعيد المدى أن يأخذ الفريق هذا يكمل فيه و وصله و يوصل للفريق هذا اللي نحن نحتاجه ما نبيه شي قصير المدى نحن نحتاج بعيد المدى حتى أن نخطط صح و نصبر يمكن ما تحقق نتائج طيبة نحتاج صبر لأن المجموعة يبي لها وقت تأقلم يبي لها تدخل عليهم لاعب لاعبين ثلاثة طعم صح هل يقيب المدارس التدريبية الآن ربما نشاهد في كل بطولة مدرب يختلف على الآخر مدرب ثاني هم هذه سلبية على الكرة الكويتية يتغيب نعم أنا أرى أنها سلبية لازم تكون لك مدرسة واحدة إسبانية هولندية ألمانية أعتمد عليها بطريقتك و أنا أرى الإسبانية الآن يعني مدرسة الإسبانية شي من لماذا الأميز أنت لاعب رموما تكون لفكرتك أكثر لماذا الإسبانية أميز الإسبانية تعتمد على يعني يطورون اللاعب يسقل اللاعب نحن نحتاج تطوير إمكانيات اللاعب خوسي الإسباني مسك الفريق الأول في خيطان يشتغل على مدرسة كان يعني في المراحل السنية موجود وقع يطور اللاعب منهم صغر فنحن نحتاج المدرسة الإسبانية ما تملك ما أقول كرة شاملة ولكن مطورة مطورة للعب حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم الجديد مع الكبتن دغيم ناصر رشيدي لاعب نادق خيطان لكرة القدم طبعاً أنا صديق صال لنا أكثر من 25 سرة يعني اتغيم من إنسان الخلوق المحتوم واجه المحافظ على صلاته في المسجد حصل لي يعني موقف معاك في صفة من الصفات كنا متفقين يعني إحنا ثلاثة كنا متفقين انتبادل يعني في السواق أنا وح عموة كنا وحنا موة فطيق العموة طويل شوي فكنا متفقين انتبادل فما شاء الله اتغيم يحب النوم طول الصفة نايم واتغيم تعال بعدين لا بنام فتحملناها إحنا والحمد لله طاعة السري يعني الحمد لله عدت على خير السفر تقيم يعني عجل يحب يمزح أخلاقه مع علاقاته وأخلاقه مع عبعه جدا وطيدة وجدا حبيبة أنا ما لاحظت عليه أنه عجل يعني يعني في مشاكل أي مشاكل مع عبع دائما عجل صادق مع أصدقاء مخلص يعني في حب متبادل بينه وبين أصدقاءه شكراً للمشاهدة نهود حبتنا من جديد إن شاء الله لا تذكرهم واحد فأخير سأقول سدني سنة 2000 نعم المحافظة على المنتخب أنت عندما تولف مجموعة ويكونون مع بعض لفترة طويلة وعندك تخطيط لبطولة معينة يعني أنا أحافظ على هالمنتخب السيدني ليه بطولات قدام أبيت أهل كاس عالم دائما تحقق ستوصل كان بطولة كاس آسيا وما لاعبوا الفريق دريبة لها فترة زمنية بسيطة نعم وهذا اللي حصل فأحنا دائما نقول لك التخطيط نحن في الكويت عندنا مشكلة كبيرة من نعين مدرب للمنتخب نبي نوصل كاس العالم دائرك وهذا أكبر خطأ لكن أنا يتحمل الاتحاد يا دغيم ناصر رشيدي الآن مفروض لما أنا قلت كلام اسمح لي على المقاطع كلام جميل لكن هذا الاتحاد مفروض لما يقعد مع المدرب ومفروض يشرح له أن يقول الله لا نبي شي منك نبيك على فترة أربع سنين تتقطط لنا تشتغل لنا بالفريق هذا المفروض هذا المفروض مجلس التدريب مفروض قل حق المدرب هذا المفروض ولكن من يجينا المدرب يتعثر لعبة لعبتين يبدأ الصحافة تبدأ الإعلام ويبدأ القنوات تتكلم فمن الضغط على الاتحاد يضطرون يشيلونه وعلى قراتهم مثل دارج وكنا كي أبو زيد ما غزيت يعني ما استفدنا منها شيء فإحنا دائما نقول حق يعني نحتاج تطوير التطوير والنظرة الثاقبة اللي تكون بعيدة المدى يعني أنا لما أجيب مدرب أجنبي إسباني اللي يكون والأفضل تكون مدرسة شاملة للمنتخب عشان مدرب المنتخب ما يشتغل على شيء واللي تحت يشتغلون على شيء ثاني فلما تكون مدرسة شاملة من مراحل السنية للفريق الأول يكون الإعداد صحيح أكرامك متمة بس المناحضة الآن و أنا مر السنوات الطويلة لاعبين الأندية الصغيرة ليس لهم موجود أغلب اللاعبين اللي تم اختيارهم أنا حتشي بطار عام مراحل السنية أغلبهم من لاعبين الأندية الكبيرة و هذه مشكلة صراحة لكن لو تعود إلى سنوات مضت كان أغلب اللاعبين المنتخبات كان لعبين الأندية الصغيرة و أبرزهم نعم خادش ليمي كان من النصر أذكر كان في مهاجم النادي يرموك ما يحضرنا اسم في كاس الخليج 96 كان في لاعبين يعني من عبدالله و أبرام من التضامن جمال مبارك من التضامن الأندية صغيرة تملك لاعبين ما كان دغيم كان في بطولة هرشيما 94 آيام لفنسكي و هو المدرب أنا أعتقد الوحيد وجهة ناظر الشخصية الذي لم يعتمد على لاعبين لا يهم النادي منه يكون أكثر 6-7 لاعبين من لاعبين الجهرة منهم خمس لاعبين أساسيين حتى في هذه البطولة هرشيما لعب واحد من النادي القادسية وهو عبيد الشمري فقط ضمن التشكيل الأساسية فأنا أعتقد هذا البناء هذا المفروض يكون صح ليس إلى مستوى النادي نعم هذا المفروض هذا مفقود الآن هذا مفقود الآن محسسين أن الأندية الأقل يعني مثل ما تقول جماهيرية أو أقل منهم يعني في البطولات ما لهم حضوظ كلاعبين يعني ارجع لللاعبين اللي بالمنتخب الأول ترى لو ترجع لأنديتهم كانت أندية صغيرة وليد علي وين كان كان بخيطان نواف الخالدي وين كان كان خيطان النهير الشمري وين كان صلابي خاط فلما ترجع لللاعبين ترى أساسهم أنديتهم كانت يعني الأندية نقول قليلة البطولات و أنا أعتقد في السابق يعني في جيل انتظبوا ما لم ألاحكت عليه فترة من فترات كان خرب سطان في الشباب كان فتح كميل في التضامن كان علي الشمري في النصر نعم كانوا لاعبين أنا حاجك في عز النجومية لكن لاعبين و إن شاء الله الأندية لذلك أغلب اللاعبين الذين كانوا بارزين كانوا في الأندية الصغيرة هذا هو المشكلة فأنا في الوقت الحالي لا أدري ليش أنا مستغرب و كأن الأندية الدرجة الأولى لا يوجدها لاعبين تغيّم ناصر رشيدي وين في منطقة درست فيها أشت فيها درست فيها في أي منطقة منطقة الفردوس الفردوس وين درست درست في مدرسة أحمد الخميس و قلت لك كان مدرسي فيها دائما أذكر رب الخير و دائما أطري لليه أسطورة عدة اللي هو أستاذ عبد العزيز حسن اللاعب نادر قاتسية و معروف يعني فأحمد الخميس في الفردوس طفولتك كانت فيها المنطقة كلها وين في مكان في الفردوس تحديدا كنا تقريبا قطعة 6 و تنقلنا في الفردوس من قطعة 6 إلى 7 إلى قطعة 5 و كنا دائما لعب الحوار هذا الحب في الفردوس نعم هذه المنطقة لها ذكريات لا تنسي لعبت في الفل في السكة لعبنا في السكة من تذكر معات من ربعك في ذاكرك و ليس شرط يكون لعب لكن من تذكر من الناس الذين لعبت معهم في السكة في الفردوس منه؟ عد الرحمن عوض مهدي لعنزي و هذا رفيق الدرب في النادي و حتى أيامنا و كنا نلعب قطعة 1 و قطعة 2 و قطعة 2 و قطعة 3 لعب تراب يقولك لا يتقلها خمتين صناعي أول غير و الوضع الحالي غير أول عفوية و كنا نلعب و نرد البيت و تأجو لك متعورة متعة كرة كما نودعك للندية أنت تلعب في السكة كيف ستنادي قلت لك كشافة و كان هناك كشافة الحين نرى الكشافة قليلة جدا أول كان هناك كشافة ظاهر العدواني خالد أحمد من الكشافة التي كانوا موجودين و أذكرها حتى و أنا صغير جاني و قالت على الخيطان قلت لها أنا بالنصر ففي كشافين متى ما كان في كشافين متى ما طلعت لاعبين من المدارس نحن لا نقولك نذهب للسكيك و نرى لاعبين و لكن ترى بشكل مطبيعي في لاعبين في إمكانيات بس يحتاجون تصريط الضع لهم و هذا اللي حصل مثل ما تقول في المدارس و في المدارس عطيت الحذار لاعب اللي قلت لقولين نيكولاس من الموسم يطاف يبي لابتين و قلت لها إن شاء الله بس نتقول اسمي صح و أنا دائما أعاني اسمي ترى المدربين كل المدربين يمرون علينا يعني أذكر جاريدو كان يقول لي ما قدر أقول اسمك هو برتغالي قلت لها تغيم فكان يقول غين غين يعلق فقلت لها كوتش من من اللاعب البرتغاليين أنت عرفهم قال شوف يورو اللي كان بالبرتغال كان فيه لاعب اسمه كوستينيا فسميه كوستينيا سمنا كوستينيا نزلوا اللاعب هذا ربيجيك ما قال الاسم لا لا الحين ما قال ما قال تب تشوفون اللقطة اللي تغيم إشقال حق اللاعب الزميلة الأجنب يقول اسمه شوفه يا بعض ثم نعود من جديد اشتركوا في القناة نيكو 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 انقلت اسمي تغيم جيد اعطيك حسنا احب تغيم 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 لأني تغيم لا تغيم هيا هيا القهوة القهوة القوة اللي اللي ما تبهر ما تبخر من الهيل من الخل مثل مثل العجوز اللي خبيثا خبيثا نسمى نسمى هيا تغيم طبعا تغيم تربطني فيه علاقة كبيرة جدا ومن طرف عيد أخو عيد صاحبي أخوي والله شادت فيه مجروحة أول شيء الأمانة ونعم الأخ يعني قعداتنا وبدوانية وطلعاتنا الأمانة يعني من الناس اللي أنا أتعلم منها صراحة من المواقف من النصايح تبرو أخو العود يعني كذا موقف يصير أستشير أو أكلم أو شيء والأمانة يعني ما كان قصر معنا مو بسانة الأمانة ربعنا حتى توقع بالنادي عنده ما شاء الله أعتبر أخو الكل طبعا بالقاعدة معنا وأنا من الناس اللي تقريبا يعني أزوره بشكل دوري هو وأحمد أخوه وعيد فأنا أنا كشخصيا أنا عمر أعتبر تغيم يعني نفس مو أخو كبير يعني ما بيقول مدرسة يعني يعني بس أعتبر أخوي يعني اللي ما جابته أمي يعني أمور خاصة فيه يعني أي اللي عنده وأقعد معاه واستشيره وأكلمه وليل حين يعني النصائح استفت منها جدا بحياتي والله إن شاء الله يحفظي يا رب وأتمنى للتوفيق بمشواره رياضي وبحياته يا رب ومثل تغيم يعني الواحي تمنى لألف خير يعني ما شبت ممكن أحد انتقده بأخلاقه ولا بالقاعدة معاه فإن شاء الله يا رب إن شاء الله نشوفك دائما ناجح ونفتخر فيك يا أبو ناصر وإن شاء الله يا رب دائما صحة وعافية ولا طول عمر الوالدة يا رب ناد أحبتنا من جديد في أول سطر هذه اللغطة اللي حجيت عنها الآن لكن ما أخذ الحذاء لا 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 أخذ لأنه لا أخذ لأنه ما قال اسم لا حد تعطيه فرصة ثانية؟ محترفيه ثانية قال مدشون وياه على الخط كل واحد يقول اسم قلت له إن شاء الله بشرب الخير إن شاء الله مثل قدمت مستوى تحس أنك مبارات قدمت فيها مستوى طلعت مبارات تحس أنك مرتاح ربعك اللي معاه قالوا والله اليوم يدغيّم لعبت وائد مبارات حلوة أي مبارات في موسم جاريدو 2012 كان مدربنا جاريدو برتغالي كانت مباراتنا ضد نادقات سية لبسون إشارة الكابتن فيها كنت يعني من نسبة في الملعب أنا أقدم لعب فيصل العدواني أمسي عليه مدير نادي النصر أعطاني الكابتن وكان يقول لي اليوم هذه مباراتك أنا متأمل فيك خير وكان فيها رهبة لأنها ضد قاتسية وفزنا على قاتسية 2-1 وكانت مباراة لم تنسي مباراة من كثل الرهبة فيني لعبت في أي مركز؟ وسط أخر كان معي محترفنا المغربي نص متأخر وكان محترفنا المغربي وجراح الضفيري وأنا وياهم وكانت مباراة كبيرة يعني وقدمت فيها مستوى اللي أنا طلعت جدا راضي عن نفسي لم تدش أي مباراة تدغيّم ناصر رشيدي تشعر أنك أنت والله اليوم لازم أقدم مستوى طيب عندك طموح كلها في بعض الفرق بعض اللاعبين يلعب في رد أندية كبيرة ربما مستوى جيد يلعب في فرق أقل يكون فيه مستوى متأخر وإلا أنت عندك المعارات سوى والله بونصار أنا عندي حتى التمرين أنا جدي في التمرين جدي في المباريات بغض النظر أي فريق رح أقابله أنا علي أن أقدم أفضل ما عندي اللي أملك من خبرة اللي أملك من مستوى اللي أملك من روح أنا أقدمه حتى أني أظهر بصورة طيبة وهذا اللي دائمًا أقدمه لو سألتك سؤال الآن من أفضل نجوم الكرة الكويتية الآن من تختار أبي ثلاثة ثلاثة لاعبي أنا أعطيك العامود الفقري تفضل مثل ما تبي شوف على الخط الدفاع أنا شوف يعني مساعد نده يملك إمكانية يعني يصد على كبر عمره ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن عمر مقياس أنا دائما عندي كلامكم تماما العمر ليس مقياس يعني مساعد نده ما شاء الله تبارك الرحمن من إمكانيات عالية من روح من قتال من إصرار وكأنه مساعد نده قبل خمس سنين ست سنين كأمكانيات في الخط الوسط يمكن البعض يمكن يرى أنه ستايله يمكن مو محبب عند البعض ولكن أنا أشوفه هو مثل ما تقول صانع اللعب فهد الأنصاري سقرات الكرة الكويتية يملك من الإمكانيات ما شاء الله تبارك الرحمن مهندس خط الوسط أنا دائما أسميه فالبعض يمكن يرى ستايله مو محبب له ولكن هذا الستايل هذا مجهد نظرك نعم على الخط الأمامي أنا أشوف بدر مطوع في الوقت الحالي بدر مطوع كل ما كبر كل ما نقول زاد إمكانيات وزاد ما شاء الله تبارك الرحمن جمال في اللعب فبدر مطوع وين تجاهك في تجاهك في الكرة العالمية أنا برشلوني متعصب برشلوني متعصب برشلوني متعصب يريدكم شغل برشلوني فقط عقب الثمانية قاعدين تناحش نحن لا ننواجه أحد ما نناقش من يجبك النجوم الكرة العالمية بشكل آخر إذا تبيع كناس مركزي أم بشكل عادي بشكل عام بشكل عام عندك ميسي ميسي هو اللاعب اللي لن يتكرر صعب أن يتكرر لاعب مثل ميسي لاعب اسطوري يملك من الإمكانيات اللي نحن دائما نقول ليش نعد اسطوري لن يجيب إمكانية خارق للعادة شيء يعني صعب يتكرر فأنا أرى ميسي هو الأفضل في طفولتك كنت طفل هادي نعم طبعك كذلك إلى الآن لا تغيرت يعني شوي من بعد دخولي للنادي تغيرت عن شوي يعني طبيعتي أنا من أيام المدرسة يعني أنا دائما هادي دائما اللي عرف رفع يدي مو طبيعة بس من بعد ما دخلنا النادي بدت شوية الشيطانة تزيد شوية 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 يعني ربعك مع النادي مع هذا حتى الآن تحبها لا أقصد الرياضة لكن في شغلة ربما كنت تحبها و أنت صغير شوية لك كنت تحبها والله شو بنصار أنا أحب البر أنا من عشاق البر يعني من عشاق طلعات البر حتى الآن لحد الآن يعني حتى الموسم الماضي خديت محترفيننا و طلعت الحلال ولبستهم غترة و شربهم حليب نياغ استعنسوا على الموضوع فالموسم هذا جاءنا محترفين جدد فأم وديتهم لماذا تحبها أكثر و لماذا تشعر فيه براحة أكثر جدا جدا راحة نفسية بعيد عن إزعاج الناس بعيد عن أنت مرات تحتاج إلى ارتياح و هدوء فأنا أرى الهدوء و الارتياح بنسبة لي البر البر الوالد شو نرسخ فيك أبوك شو نرسخ فيك شو نشي يعلمك يا أبوي دائما يعلمنا أن خلك يعني صلب لا تكون دائما إنسان لين يعني تحتاج لين بعض الأحيان بس دائما يقول لك أن راح تواجه خلك قوي راح تواجه في الحياة متاعب الوالد يمكن علمنا الفترة وجيزة و أبوي توفى و هو صغير يعني ما توفى أنا عمر يمكن 13 سنة فكان يعلمنا و إحنا صغار يأخذنا و أبوي كان لعب جنباز على مستوى الكويت يعني فكان يعلمنا الصبر يعلمنا الأمور أن خلك قوي لا تصيد إنسان بسيط أو ضعيف فهذا كان يعلمنا متزوجة نعم توني متزوجة ما شاء الله جديد عريس جديد عريس جديد الله يبارك لك إن شاء الله و لا يضر لك إن شاء الله تتكلم أيضا عن الأمور الثانية ربما تحدث في الدوريات الخليجية الآن و أين تشوف الدوري الخليجي الأميز في دول مجلس التعاون الخليجي دوري يستحق المشاهدة الدوري السعودي الدوري السعودي دوري الصراحة أنا أقول أبو نصار الكرة جمهور أصبح الآن دوري عالمي ليس دوري خليجي لأننا عندهم تخطيط مميز نحن نقول الكرة جمهور متى ما تواجد الجمهور فيه كرة ما فيه جمهور ما فيه كرة الآن نحن بالأزمة تكرون أبو نصار نحن نشوف مباريات بالتلفزيون قاعدين نستمتع لا لا قاعدين نستمتع لأنه لا يوجد جمهور نحن نريد حتى بديرتنا نشتغل على الجمهور ترى الجمهور إذا حضر الجمهور يقول لك بعض الأحيان يتغيّم أنه لا يوجد نجومية في الملاحب ربما يشتكي لبعض يقول لك لا يوجد نجومية لا يوجد لاحبين محترفين على مستوى عالي هذا يؤثر بالفعل يؤثر أنا معاك ولكن عندما أرغب الجمهور دور السعودي ما بدأوا فيه بدأوا في مسابقات السيارة قصدقان قصدقان أنا أرغ حوافز حوافز أذكر أنا عمري خمسة عشر سنة جدتي أخذتني معها حضرنا مبارات العربي و الاستقلال الإيراني ما أخذتني و أنا لا أدري شنو الطبخة قاعدين وراء القول طالع مبارات كاملة 90 دقيقة أخذني سحب السيارة لاستقلال الإيراني شكلك عرباوي أوه تقدر تقول الوالد عرباوي تقدر تقول العربي يعني قاعدين نفرح بعودة إلى مستوى المعهود عودة الرياضة الكرة هذا مصالح الرياضة الكويتية بشكل كامل نتكلم عن الدوري الكويتي الذي بدأ قبل فترة الدوريات الدورية تعتقد أن هذا الدوري السنة سيكون دوري مميز أعتقد أن بدأوا في موضوع الدوري التصنيف هذا سيكون فيه تنافس كبير جدا لأن الأندية خايفة أنها تهبط و سيكون فيه تنافس قوي بعدها سنعود للدوري الدرجتين أنا مع الدوري الدرجتين لأنه فعلا فيها تنافس و فيها حماس طالما فيها تشويق و فيها حماس سيكون فيها تنافس فيه أداء كل اللعب يحاول يبرز لما تجعلها يعني على قولتهم دمج هذا جدا سيء للرياضة الكويتية هذا لا يطور مستوى الرياضة قصدك نعم لا يطور نهائيا الدمج النهائيا لا يطور في احتراف اللاعب الكويتي الآن خلال فترة من الفترات كان اللاعب الكويتي مطلوب في دول مجلس تعاون خليجي وين اللاعب الكويتي الآن كثير من اللاعبين قبل كانوا محترفين في الدولات الكويتي هل هذا يعني يتغيي من تراجع مستوى اللاعب الكويتي و تراجع مستوى المنتخب كان لتأثير يسلبي على اللاعب الكويتي أنه أصبح غير مقوف فيه بنصار اللاعب الكويتي عندهم كان يحترف بره وين بره و يقدر يروح بس أنت الحياة و المعيشة صعبة يعني بدل المطوع يمراح لعب النصر السعودي صار فيه دوامة حرمه من دوامة حرمه من أمور ما نقول الهيئة أو الاتحاد ما يشجعوننا للاحتراف الخارجي يتخاف على وظيفتك يتخاف على عملك هل الآن أقلب الأندية على مستوى الخليجي أصبحت تستغطب لاعبين أجانب و لا تستغطب لاعبين خليجي الآن تحجب بشكل كامل كل الآن في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت لا تستغطب اللاعب القليجي أصبح تبحث عن لاعب عالمي لاعب اسم قوي معروف ماذا اختلف لكن بشكل كامل لم يكن موجود في الملاعب أكيد اللاعب المحترف جايك يعني أنتم تقول لاعب ما أقول شامل ولكن شبه كامل أنت اللاعب الخليجي أو بشكل عام ما قاموا يستغطبونه لأن اللاعب هاوي مو لاعب محترف ما عنده الاحترافية الكاملة لا عقلية احترافية لا لاعب محترف أنت قاعدت تمرم ساعتين أما لما أنا استغطب لاعب من أوروبا لاعب قاعدت تمرم فترتين صبح و عصر لاعب جاهز شبه جاهز عنده عقلية احترافية نحن اللاعبين نحن على مستوى خليج لاعب ما عنده العقلية احترافية لأن تريد�리 تتجيب اللاعب هذا فدائما يقول لك أن اتجه للأجنبي أفضل منanas يتجه لللاعب عدد اللاعبين لجانب سلبي أو ميجابي في ملاعب الاندي في الاندي الكويتية سلبي سلبي من أي ناحية المحترفين الخمس من المحترفين ظالم لللاعب الكويتي أنت تصرف عن خمس محترفين بو نصار خمس محترفين يعني نص الفريق أنا محتاج عندي لاعبين منتخب أولمبيا عندي لاعبين شباب عندي لاعبين فريق أول أنا قاعد مجموعة كبيرة من المحترفين و أنا قاعد أشوف هذا الشيء سيء وسلبي على الرياضة الكوتي بشكل عام و نريد أن نرجع للموضوع ثلاث محترفين وهذا الأفضل دغيب ناصر رشيدي لاعب نادي خيطان لكرة القدم أنا كنت سعيد أن تكون ضيفي في برنامج أول السطر أنا جدا سعيد بنصار في تواجدي معك أنت من الإعلاميين اللي كنت من زمان أتمنى أني أظهر ويا ما تملك فيه من خبرة و حنكة في الإعلام أنا جدا سعيد في هذه الجلسة اللي يعني أتمنى أني يكون خفيف ظل عليك و أنا جدا مستانس مني وتواجدي معك شكرا لكبتن شكرا حباتنا في كل مكان وصلنا معاكم هنا هاي برنامج أول السطر كان ضيفي في حلقة اليوم و الكبتن تغيب ناصر رشيدي لاعب نادي خيطان لكرة القدم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة نشوفكم إن شاء الله على خير فألكم طيب إن شاء الله اليوم و دوم مع السلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة